الغزالة ريئة على راديو كافافام وكلنا ريئين في استوديو كافافام في الكواليس وإلا سيرونتين إن شاء الله ديما عاملين جو وإشاء الله ديما عاملين تخي بون كيف توا السبعة وتسعة دقائق عملنا تبحيرتنا روحنا كل شيء وقيت بعد شوية هو لي من الجاية 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 المهرجانات وجاية كيف أقول السهريات من بلاسة لبلاثة لأن نعمل وطلع على أبرز الأخبار الثقافية وأخبار المهرجانات في فقرة أكتويت ديوكولتور شانية ه Guerrelling؟الكواليس وحادة الكواليس وحادة بي نعمل وطلع كيف أقولنا على أخبار الثقافية وأخبار المهرجانات وبنبدأوا بسوسة ولتحية أهلنا في سوسة ليسمعوا فينا على الواحد تسعين خمسة حكينا البارح على الندوة صحفية اللي قامت بها إدارة مهرجان سوسا في دورته الخامسة وستين واللي بشيكون بين ثلوتاشج ويليا إلى غاية عشرين قود تحت شعار سوسا بفني للمحبة والسلام نغني الندوة تعاملت البارح مع السابعة متعة العشية ومن خلالها تعرفنا على العروض اللي بشيكون في دورة في الدورة هذه كما قلنا عرض الافتتاح بشتحيها الفنانة التونسية والعربية يسرى محنوش وكذلك من أبرز الأسماء الموجودة في المهرجان هما نهار سوتاش جويلية مسرحية معاتش مسامح لسامح الداشراوي ثمونتاش جويلية عرض الزيارة عشرين جويلية عرض يلا نغني ثمانية عشرين جويلية عرض الرشيدية مع آية دغنوج ثلاثين جويلية عرض لبان من سلطانة عمان نهار واحد قود مسرحية البوابة ثين وخمسين لدليل المفتاحي نهار ثلاثة قود عرض ثاني للزيارة نهار ستة قود رقوف ماهر نهار تسعة قود عرض ربوخ نهار عشرة قود ثلاثة قود زياد غرسة وسبعتاش وعشرين قود الفنان مرتضى الفتيتي من سوسا نمشي الدوقة وسهرت البارح من المهرجان الدولي في دورة وثمانية واربعين اللي كانت للباند المصري كاريوكي الحفلة كانت ناشحة بامتياز لكن صار إشكاله هو احتقان عدد كبير من جماهير اللي ما نجمتش تدخل الحفلة إلا بعد خمسة واربعين دقيقة من بدايته وعبر عدد منهم على استياءهم خاصة أنه تنقلوا من ولايات مختلفة وتواصل حالة الاحتقان الشيء هذا اللي خلق صدام بين الجمهور والأمن لينتهي المنطاف بتدافع الجمهور نحو المدارج بعد ما سمحوا لهم للدخول هذه كانت آخر أخبار مهرجان دوقة نمشي للمستير وتحية كذلك لأهلين في المستير اللي يسمعوا فينا على الـ 1.5 نحكي على مهرجان المنستير الدولي في دورة الـ 51 المهرجان مقرر نهار 17 جوليا إلى غاية 14 أو 2024 حتى الآن لم يعلن أسامي الفنانين الموجودين في المهرجان في دورة السنة الصفحات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي للمهرجان اكتفت بتنزيل البوستر الرسمي فقط في انتظار الأسماء والعروض المشاركة في دورة 51 من مهرجان المنستير الدولي نختم بالاخبار لنزلته الصفحة الرسمية لوزارة شؤون الثقافية على الفيسبوك البارح تنظم وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تظاهر ثقافية تحت عنوان نسائم تراثية بالمهرجانات الصيفية وذلك من أجل تمكين جمهور المهرجانات من اكتشاف التراث الثقافي بطريقة مبتكرة تساعدهم على فهمه بشكل أفضل والتعرف على التراث المادي والغيرمادي للجهات باستعمال وسائط رقمية حديثة وسيتم للغرض عرض أنشطة وثائقية وخوض تجارب غامرة في الواقع الافتراضي والواقع المعزز بوسيلة كاسك في أغ لعدد من المتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية كما ستساهم هذه التظاهر في تعزيز السياحة والهوية الثقافية للبلاد وتشمل التظاهر هذه المهرجانات كما مهرجان دولي نهار 4 جويلية اللي هو بتاريخ اليوم مهرجان بلاريجة دولي نهار 26 جويلية 2024 مهرجان أذنة دولي نهار 29 جويلية مهرجان الجم الدولي للموسيقى السينفونية نهار 3 أوت ومهرجان ليالي المتحف الأثري بسوسة نهار 23 أوت كانت هذه أبرز الأخبار الثقافية وأخبار مهرجانات لليوم للي فاتتوا الفقراء سوري رونتين يرجعنا على الباج فيسبوك متاعنا غاديو كابفهم توا 17 دقيقة موزيكا وراجعين لبقية فقراتنا